صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا النهاردة على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى أو الفضايا المصرية اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا مصري صباح الخير يا بسمت صباح الخير عليك يا مصطفى وصباح الخير على جميع المشاهدين يمكن مبارح كان فيه حدث مهم جدا ومبهج جدا جدا لينا كلنا كمصريين نفخر به منطقة الأهرامات مبارح كان فيها حدث عالمي اهتمت به وتنقلته كل وسائل الإعلام الحدث هو كان ايه احتفال دار أزياء فرنسية عالمية شهيرة بعدها الـ 75 عرض أزياء ملابس الرجال الخريف 20-22 العلامة التجارية دي يمكن من أكبر العلامات لو فيه كده خمس علامات عالمية الناس اللي هم أغنى الأغنياء بيشتروا منها فهي دي علامة منهم مهمة جدا جدا صناعة الأزياء عمتا من الصناعات المهمة جدا العالم كله بيهتم بيها بتحقق مليارات الدولارات ليه العاملين فيها طبعا كان فيه عرض أزياء أسطوري أمام أهرامات الجيزة اللي تابع مبارح شايف قد ايه الأهرامات كان شكلها حلوة جدا 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 كان فيه حضور مهمين قوي من مشاهير العالم وأهم نجوم الموضة والأزياء شوفنا لويس هاملتن من فورميلا وون شوفنا سيهان المغني الكوري شوفنا ستيفانو بالاتي الدزاينر شوفنا كمان يعني بيقولوا عليهم يعني سوبر موضلز أو يعني مش عارفة بيسموها ايه يعني سوبر موضلز يعني النجوم العالمية النجوم كمان موجودين صحفيين وعالمين من 80 مجلة وقناة تلفزيونية متخصصة في الأزياء والموضة الحدث ده مش قادر أقول لحضراتكم قد ايه كلم مهم وقد ايه العالم كله فعلا اهتم بيه حضرتك لو دخلت دلوقتي كتبت يعني إيجيبت وبيراميدز هتلاقي العالم كله بيطنق يعني بين هذا الحدث المهم جدا لست فتح أصلا جوجل نيوز قبل ما يخشه كان أول حدث أو أول خبر مكتوب لكن المهم عندي جدا أن انا شوف الصحف العالمية كانت بقيه كلهم مبغورين بالشكل الأهرامات لو حضرتكم دخلتوا دلوقتي يمكن شفتوا المنظر مبارح كان عامل ازاي حاجة تدعو للفخر لا ويعمل زي يعني روح كباش روح المش عارف ايه لكن الأهرامات أهرامات طبعا الأهرامات دي تظل يعني عجيبة من عجائب الدنيا السابع والأهرامات لها دلتها ولها تاريخها والعالم كله عارفها ولما يحصل احتفال زي دا بالشكل اللي زي دا على أهرامات الجيزة أعتقد دا حدث مهم جدا 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 ربما بسانت قالت الخبر التحليل ايه بقى إن الحدث دا ليه دلالة تاريخية ودلالة معصرة يعني ليه علاقة بحاجة حصلت في الماضي وليه علاقة أيضا بحاجة بتحصل في وقتنا دا الدلالة التاريخية أو الحاجة اللي حصلت في الماضي إن معروف إن قدماء المصريين أجددنا العظام هم أول من عارفوا صناعة النسيج في العالم هم أول من صبغوه عملوله ألوان هم أول من صنعوا منه الملابس طبعا إحنا يعني مش محتاجين نتكلم على القدماء المصريين لكلكم عارفين هم عملوا ايه تحديدا في قصة النسيج الدلالة المعصرة أو الحاجة اللي حصلت دلوقتي هي إن مصر قدرت إن هي تقدم نفسها للعالم من جديد كرائدة للإبداع والعراقة والحضارة والتراث أعتقد إن دا كان السبب الرئيسي اللي دفع دار الأزياء الفرنسية اللي بتعد علامة شهيرة جدا في عالم الموضة إن هي تعمل هذا الاحتفال العظيم تحت سفح الأهرامات وإن العالم كله يتبعه وإن العالم كله يتكلم عنه بمنتهى الانبهار ومنتهى الحماس ويشوف هذا الحدث التاريخي بيحصل على أرض مصر زي ما أنت قلت وليه دلالات كتيرة جدا جدا لو هنتكلم من الدلالات أيضا إحنا ما عليش ما فيش دار أزياء عالمية هتيجي يعني تعمل دا لو ما فيش أمن وأمان لو ما فيش مكان مميز تقدر إن هي تعمل فيه العرض بتاعها لأنهم كل سنة دايما يجيبوا حاجة مختلفة هم حابين يبقى فيه نوع من أنواع الإبهار لدى الناس اللي هيشوفوا يعني زي ما بيقولوا عليه الأزياء بتاعة الخريف دا لأنهم عايزين أكيد يبهروا الناس اللي هتشتري فالنهار دا إنت لو ما عندكش أمن وأمان مش هيجه لو ما فيش عامل الإبهار مش هيبقوا موجودين الفكرة يمكن دي مش أول مرة يتم فيها عمل حدث كبير زي دا في المناطق الأثرية في مصر لو نفتكر مع حضراتكم في اكتوبر اللي فات أهم دار أزياء إيطالية كمان عملت احتفال كبير قوي بيوبلها الذهبي في الأقصر قبل هاب سنة كان مصمم الأزياء اللبناني إليسا عب عمل احتفالية كانت مهمة جدا وحلوة قوي قوي كانت في أسر عبدين الحضر يمكن الاحتفالية دي شافت إيه يعني كان فيها عنصر كده ملوكي زي ما بيقولوا ده بيأكس أن مصر بقت يعني مقصد مهم لعروض واحتفالات غالبية بيوت الأزياء العالمية وتاني بفكر حضراتكم أنه دي من أهم الصناعات اللي العالم كل ممكن بيعتمد عليها بتحقق مليارات الدولارات بالزياء العلامات التجارية اللي الناس تدفع فيها فلوس كثير عشان تشتري منها فالنهار ده أني نقدر نقول أن علامة زي دي جات مصر وعملت احتفالية كبيرة زي دي دي حاجة مهمة جدا جدا تدعو لفخر كل مصر يا مستفى لو حلل الكلام ده يعني يعني على مستوى السياسة الداخلية أعتقد أن ده كله نتاج طبيعي لحالة الإبهار اللي حصلت في ملف الأثار في الفترة الأخيرة خلينا نعدد اللي حصل إيه احتفال موكب الموميوات اللي خد شهرة عالمية احتفال موكب الموميوات نقلته أغلب وكلات الأنباء على الهواء احنا شفنا عظمة كانت بتحصل من بعده احتفال طريق الكباش في الأقصر ربما أيضا أضاف عظمة على العظمة الأولانية وكل اللي احنا بنقوله ده غير الاهتمام الكبير وغير المفاجأة الكبيرة جدا إن العالم كله بينتظرها بشغف شديد جدا وهو افتتاح المتحف المصري الكبير اللي حيبقى أكبر متحف مفتوح في العالم هيبقى الفيو بتاعه زجاجي تماما هذا المتحف هتشوف من قدامه الأهرامات تقدر أنت في حضن الحضارة المصرية العريقة في حضن أهم أثر من أثار الدولة القديمة في مصر القديمة اللي هو أهرامات الجيزة كل ده بيرسم صورة عظيمة عن مصر عن حضرتها عن طراثها عن تاريخها كل ده أيضا على الجانب الآخر بيفتح باب كبير لتعظيم عوائد السياحة المصرية وبيقول للعالم أن مصر فيها أمن وفيها أمان وفيها سياحة وفيها أثار وفيها كل ما يحتاجه العالم من أماكن للتصوير أماكن للإبهار وخير دلالة على ذلك الحدث اللي حصل مبارح في أهرامات المصر في الأهرامات كمان بقى فيه مؤخرا كده يمكن أماكن سياحية كتيرة قوي من مطاعم وغيره وغيره هي مزارة الأثار وسياحة مهتمية جدا 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 بالأهرامات طبعا أي مكان أثري أكيد لكن النهاردة بقى فيه حتى أنت ممكن تروح الصبح مثلا تشوف منظر وفيوحل جدا جدا تروح بالليل فيه احتفاليات كثيرة أو يمكن كمان شركات خاصة بتعمل فيها إفانتس بتاعتهم أو أحداث مهمة جدا هناك أنا مبارح بالذات كنت بصة لمنظر الأهرامات وهو كده فيه الأنوار مولع حواليه وشايف العالم كله ومشاهير العالم كله موجودة وبص ببهار وبقول يعني فعلا الحمد لله أنا عايزك بقى تحطي المنظر اللي انت شفتين ده ونرجع شوية كده ونحط في الزكرة الأهرامات كتعاملة ازاي كانت ازاي السلوكيات المصرين كانت فيها وحشة وكان فيه استقبال وحش وكان وكان النهاردة لما انت تحط الصورة الجميلة دي هتعرف قد ايه فيه جهد بذل من الدولة المصرية لتنمية هذه المنطقة ولإعادة الروح فيها ولصبغها بالصبغة العالمية بعدما كانت يا فسانت مش صبغة محلية كان فيه سلوكيات كتير جدا جدا ما خليها سلوكياتنا وحشة وفي أهم مكان فلما نهاردة بنتكلم في مكان أهم دار أزياء بتيجي تعرض فيه فشوف التطور اللي حصل هنا في القهرمات طبما حيكون عامل إزاي نحن نتمنى لحضراتكم صباح سعيد وبنصبح لحضراتكم صباح الخير يا مصر صباح الأول شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة